بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم اخبار بلدنا الحقيقة يا جماعة احنا الحمد لله رب العالمين بعد النجاح اللي حقيناه في مسابقة الميكا بارتست يعني ناس كتير يكلمونا ان يعني مش كل اللي بيشتغل في المجال بيبقى متخصص ميكا بارتست بس وفيه متخصصات في البروتين فرد الشعر في البروتين وكده فاحنا يعني بصراحة كان فيه اقبال كبير وكان فيه الحاحل من الناس كتيرة على ان احنا ننفذ مسابقة البروتين والحمد لله رب العالمين احنا عملنا اول تصفية وتاني تصفية في مسابقة البروتين كوين فبروتين ملك البروتين عشرين عشرين والنهاردة احنا في صدد التكريم لكل المتخصصات اللي شرفونا النهاردة معانا في الحلقة اللي فاتت والنهاردة حبينا نعمل تكريم لخمس متخصصات هم فعلا من افضل خمس متخصصات اللي مش عايزين نقول في مصر عشان ما نظلمش حد معانا انما افضل خمس متخصصات هم شاركوا بالفعل معايا في مسابقة كوين فبروتين طبعا المسابقة كانت لها الشرف ان هي تكون برعاية شركة مهير والنهاردة بيشرفني مستر احمد شوقي رئيس مجلس ادارة شركة مهير منور الدنيا مستر احمد الاول ارحب اصد شايماء صديقتي والمزيعة معايا اهلا بك يا اصد شايماء مستر احمد انت منورنا النهاردة حقيقي ومشكور على الضيافة بتاعت ورعاية المسابقة ومعايا برضو الدكتورة امنية كمال خبيرة الشعر ومعالجة الشعر والبشرة جندي المجهول معانا في المسابقة حقيقة مستر احمد يعني مجهول جبار ونعمل اختيار بجد يعني الحمد لله طيب يعني قبل ما نتكلم في حيثيات المسابقة وازاي اشتغلنا عليها وازاي الفكرة جات وازاي بدأنا وازاي صفينا وازاي وصلنا لحد كده انا حابب بس اعرف من مستر احمد في البداية اه يعني ناس كتير بتسأل عن شركة مهير طبعا انا اعلم ان هو براند عالمي وشركة محترمة بس يعني الناس برضو اللي متابعانا حابة تعرف اكتر عن شركة مهير الاول انا عب احب اشكر حضرتك واستي السيد على صفاتنا في برنامج اخبار بلدنا او برنامج جميل يعني وان شاء الله ربنا دايما يوفقكو بالنسبة لشركة مهير هي شركة امريكية مقرها في لوس انجلوس بولاية كاليفونيا في امريكا الحمد لله احنا واخدين التوكيل بتاعهم حصري في جمهورية مسر العربية من سنة 2013 لغاية النهاردة الحمد لله الشركة كان ليها فعليات كتير في مجال التجبيل الحمد لله احنا عملنا قبل كده مهرجانات كان مهرجان الحب والسلامة عمل منه ثلاث دورة والحامد لله يعني على قد ما قدرنا حاولنا ندعم الكوفير بان بنجيب ناس من بره بتدربهم هنا في مصر بنعمل زي تبادل الخبرات طبعا المنتج الامريكي منتج محترم لان هما هناك يعني اللي بيعمل حاجة مش مصبوطة بيت ازي جيبت اكيد اكيد اه اكيد فهنا الحمد لله احنا بنجيب نفس المنتج اللي بيتباع في امريكا هو هو نفس المنتج اللي بيتباع بنفس الكواليتي من نفس المصنع من نفس الخامات كل حاجة بتتعمل في الولايات المتحدة الامريكية حتى يعني هما الازايز كان في شوية ازايز بيجيبوها من الاصين قرروا انه كمان الازايز بقود الوقتي بيجيبوها من الولايات المتحدة فالمنتج بالكامل الازايزة واللي قواها امريكا بالمحتوي بالضبط كتا بالضبط كتا الاول برحب السيد المشاهدين وبرحب ديوتنا المنورين معنا نهاردة للستوديو وطبعا بما ان الشعر هو تاج المرأة وهو دينة المرأة فعملنا الحلقة النهاردة عشان نقولكم كل الاسئلة اللي بتخطر في بالكم ليها علاقة بالبروتين وقد ايه الشركة راعت كتير قوي كل الاضرار بتاع البروتين ومنتجات البروتين وبجد الشركة مهير اثبتت فعلا ده فالنهاردة معنا استاذ الدكتورة امنية خبيرة العلاج البشرة والشعر فبما ان حضرتك خبيرة العناية بالبشرة والشعر كنت عايز اسأل حضرتك ايه الفرق بين البروتين والكريافين مساء الخير الاول الله يخليك الله يخليك الفرق بين البروتين والكرياتين الكرياتين هو تقريبا اول حاجة ظهرت في اوه يعني في الحاجة دي كان الاول شغالين على الفرد القعادي والحاجات اللي زي كده زهر الكرياتين يعني كانت شوية اضراره اعلى شوية الاحماض فيه اعلى قوي الحاجات اللي زي كده يعني نسبة الامان فيه ما كانتش زي دلوقتي زي في البروتين منتجات البروتين كلها معتمدة على المرتبات العلاجات حاجات كتيرة جدا جدا مش بس الفرد الفرد في البروتين بيوصل من نتيجة تقريبا من 80% لمية في المية وفيه ناس بروفيشنال جدا مش عايزة اقول بيعدوا المية في المية في النتيجة بس كل نوع بروتين بيكون نقصوا حتة طيب كنت عايزة عرب امن حرك وعايزين نشرح للسندة للمشاهدين ايه اللي حصل في المسابقة وازي اتنظمت او انا عارف حبرتك تاسي جدا في المسابقة لحد ما تمت المسابقة كانت يعني انا شايفها كانت حرب معاني يا دكتور عالب لازمه اوه م شاء الله كانت حرب شريفة وحرب نزيحة جدا كمان عدد المتسابقات كانت كتير عدد المتسابقات كانت كتير جدا وفي ناس تيامز اعلنين ان هما محضروش ومعرفوش يعني مش معنى كده ان شغلهم كمان كانت كايب بس محفاج نقصهم انهم عرفوش اوه محضروش اوه محضروش ناس كتير جدا مع عدد المسابقة ابلها تقريبا يكترب 15 يوم او انا في ناس لما شافوا الابسات بتاعت يوم المسابقة اعلنين جدا لا ازاي لازم تعملوننا مسابقة تاني من حقنا نسبة وجودنا عشان كده زي ما مستر سايد قال ده مطلب جمهيري من مصرحة اه مش ده يا جماعة اللي فازوا معانا مش افضل خمس متخصصات في مصر عشان ما نظلمش احد لا افضل خمس متخصصات في اللي اشتركوا بالفعل في المسابقة علشان ما نبخصش الناس حقها تمام المسابقة في الاول اسمناها اجزاء بحيث ان يكون فيه نظري وبعد كده نعمل تصفية وبعد كده نطبق عملي بالفعل فيه ناس كتيرة ما شاء الله كانوا ممتازين جدا كل اللي حضروا المسابقة احنا بنتكلم على ناس بالفعل مهنيين يعني ما كانش معانا حد مبتدأ او حد نص نص او حد مجتمام كل اللي كانوا معانا ما شاء الله بينفسوا على لقب خطير يعني كوين دي حاجة لقب جامد جدا وعشان كده كانت المنافسة كانت حاربة دروس كانت حاربة دروس يعني انا كنت حريصة في التصفية النظري ان انا عايز حاجة الكل عارف الاجابات ما شاء الله بس انا عايزة تكت الحرفيين التكة بتاعت التركاية كده مش هتقولها غير البروفيشنال قوي مش هتقولها ولا مش هتعملها يعني في كتير عارفين القواعد وعارفين يعرفوا يتكلموا كويس لكن التطبيق نقطة التطبيق البروتين جيدا انا كان بالنسبالي انه اللي هتقول التركاية الخفية دي هي اللي هتعرف تطبقها بجرد علشان كده اسمنا المسابقة نصين نص شفوي ونص عملي تمام في ناس يا مزعلوا من الشفوي وقالوا تظلمنا احنا بنعرف نطبق اكتر ما بنعرف نقول بس احنا لازم يكون عندنا في حاجة اسمها بروتوكول الكوافير او بروتوكول المتخصصة علشان تكوني متخصصة نجحة لازم تكوني مقنعة لما تتكلمي مع الكلايند بتاعتك او العميلة بتاعتك تكوني مقنعة تكوني وثقة في نفسك عشان هي تصق فيك وثقة دي مش هتيجي غير من الخبرة يعني هي تكوني مقنعة خبرة كويسة تكوني طرف تتكلم طرف تتعامل بتقايم مستر رحمد بالربع درجة بالتلت ايه تفقين في الربع درجة اقول لحضرتك اقول لك في اسئلة عندي كان ليها تلت اجابات يعني كذا وكذا وكذا تمام؟ على كل على كل اجابة في تلت بالضبط على كل جزئية في تلت في واحدة قالت جزئية وما قالتش الاثنين اظلمها واقولها السؤال غلط اخدت تلت انا اشهد الله اني مظلمتش حد في التصحيح يعني سمعت مغاطرات كتير انه كان متحان زي السنوية العامة وانه كان متحان صعب جدا احنا احنا الاسئلة كلها كانت انا لو قلت الاسئلة تاني حيبان قد ايه كل المشاهدين اللي هيتفرجوا على الحالة يقولك ايه الاسئلة الخيبة دي طب دي اسئلة مستبقى اسئلة بسيطة جدا بس هي فنية اكتر من انها يعني ما تكلمناش في تشريح الشعراية ما تكلمناش في تكوين احنا اتكلمنا في الحاجات المهنية فقط لغير طيب دكتورة هكامل مع حضرتك بس عايز اعرف من مستر احمد الاول يعني احنا الكل يعلم شركة مهير وبراند مهير انما انا حابب بعرف من حضرتك بقى ايه اللي بيميز منتجات شركة مهير عن اي منتجات تانية في السوق ايه اللي اختلاف ايه اللي اختلاف ايه اللي اختلاف فيها نقطة الهدف من النظري والتحريري اللي حصل والعملي للأسف السوق الفترة اللي فاتت مع القوانين الجديدة والحاجات الجديدة اللي اتطبقت من الحكومة حصل شوية نقص في المنتجات المستوردة والقئيسة في موضوع البروفيشنل لان احنا لازم نبقى متفقين ان في منتجات نقدر نستخدمها في البيت الوحدين وفي منتجات لازم نستخدمها محد يكون اتضرب عليها للاسف اللي حصل يعني مش ممارس المستر احمد بس لازم يكون في تدريب هو ده اللي هوضحه للحضرات اللي كل شركة في الشركات الكبيرة اللي بره عندها ناس بتوقع ابحث بيتوروا من المادة بتاعتها عشان كل سنة المفروض انها هتبقى افضل وإلا السوق حيقول لها شكرا صح كده للأسف هنا في مصر يمكن التعبير الدارج وانا اسف اني هستخدمه ان كل المنتجبة تتعبى من نفس الحلق ومن نفس البرمية فبالتالي بقى فيه تضليل او تضليل لناس كتير رويه ناس كتير رويه من الناس اللي بتشتغل بانتجات بقت فاكرة ان المفروض ان كله زي بعض لا ما هو ده اللي انا عايز اوضحه هو كله زي بعضه ما ده انطلع من نفس السورس او من نفس المصدر بس النهاردة لو فيه حد كيميائي وفيه ناس ناس بتوع ابحاث وناس متخصصين بيتطوروا من هذه المادة تمام يبقى احنا لازم نوصل لنتيجة مختلفة وافضل للشعر زي ما الدكتور قالت ان انت عندك كان الاول الكرياتين ويمكن كان اضراره اعلى شوية او الامام بتاعه اقل شوية مع الوقت امال بيزيد ظهر البروتين عشان يعود النقطة دي يعني مثلا فور من ضمن الامثلة شركة مهير اول ما نزلت كان المنتج بيتوزع على شعر ناشف لازم يقول شعر ناشف تمام لما طوروا في المنتج اكتر وفرنا فكرة الشامبو قبل البروتين فعجب تسألني ليه شركة مهير مختلفة علشان وراها وناس بتوع ابحاث وتطوير وبيغيروا في الاخر في مصلحة العميلة اللي المنتج بتطع شعرها وفي مصلحة المتخصصة والكوافار اللي بيشتغل بالمادة نفسها في الشعر هو ده اللي بيفرق الشركة عن اي ملتف تاني متوفر تمام طيب دكتورة برضو نرجع بقى لحيثيات المسابقة تعبت انا عارفه الله والله تعبت انا عارفه الله انا عارف من حضرتك ايه العقبات اللي وجهتك في المسابقة عارف حضرتك وجهتك عقبات كتير لحد ما عارفت تطلعني المسابقة بالشكل ده الحقيقة لانه دي اول مسابقة تتنظم في مجال البروتين او باللغة الدرجة بتاعتنا في سوق البروتين كله بالشكل ده تمام دي اول مسابقة لتصفيات متخصصات بروتين اصلا تمام بيحصل كتير لكل حاجة بس بالشكل اللي حضرتك شفته ده ده اول مسابقة بروتين مش عايزة اقولك مثلا مش في مصر بس يعني تقريبا في الوطن العربي وحصر عندنا والفضل يرجع فيها المستر احمد الحقيقة يعني انا حقيقي يعني دي مناسبة حلوة جدا اشكر مستر احمد لان هو حطيلي كل الامكانيات المتاحة اللي تساعدني اني اطلع عمل مشرف وارضي كل الناس هو ما بخلش عليها بأي امكانيات في الشركة حقيقي العقبات من البداية كان اللي هو بنسميه ضرب من تحت الحزاء ازاي ضرب من تحت الحزاء ازاي ضرب تحت الحزاء من اول يوم من اول يوم حضرتك تعلم اه من اول يوم انا كنت حريصة انا على الهواء دكتورة انا كنت حريصة اني محدش يعرف الشركة رعية للمسابعة لانه حققا للحق انا مش عاملة مسابقة علشان اعمل دعاية لشركة او لمنتج ما تمام الفكرة انه المنتج الكويس بيه علين عن نفسه دي قناة عشان الدكتورة جايبة شركة هي مش محتاجة دعاية يعني اه 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 دي حاجة برده الاكيد السouts promet حيتكلم بها انت منطقة كيد eins показываете منطقة كدأ الذي بنسميه برضه كده كان حصل الحاجة دي مساءih A SEO انتنين عنها فانا يعني لما قلت يا شركة اولا كان يهمني اوي اني اشتغل ببراند عالمي اشتغل بمنتج مسجل في وزارة الصحة المصرية وده كان بالنسبالي هدف من الاهداف انه احنا مش بنشتغل بحاجة مضروبة ولا بحاجة وانا اعلم يا دكتورة ان اتعرض على حضرتك اكتر من شركة بالضبط انا شركات كثيرة جدا بفضل الله اعرضوا علي القصة بس يعني للامانة بتحاولي تقول لهم يعني تقولي قد ايه المنتج جيد انت عايزة تختبر جودة المنتج بس انا كان ليا شروط مع الشركات اللي عرضت علي يا جماعة انا مش هعلن عن اسم المنتج مش هنقول اي حاجة غير يوم المسابقة ازاي امال انا ازاي راعي رسمي وحتفع مش عارف ايه واسمي ما يتذكرش كل دي او ربع والله ده كان شرط من شروط المسابقة يعني الوحيد اللي لما قلت له مستر احمد في كزا فاسمح ليه مش هعلن قال لي برحتك ده مسبقتك وده يومك احنا داعمين للفكرة هي مش قصة انه بيدخل مهير في منافسة هو عجبته فكرة ان في مسابقة تمام فقال لي طب قلت له طب يعني حضرتك شايف ايه قال لي فكرتك تبنيها وطلعيها بالشكل اللي يعجبك اللي تحس ان انت يراضي عنه مش هعمل اعلانات اوكي مش هقول اسم الشركة اوكي حتى مستر سيد مرة تنرفز عليها وقال لي احنا مش بنقول اسرار حربية انا عايز اعرف الشركة اللي معي حقيقة انا اولت له اولت له انا انا ما بقولش اسرار عسكرية يعني انا ما يعني الشركة معروفة ما شاء الله الله وانا لسه بقول لها رأيك يعني انت انت عارفة ان الشركة مش محتاجة دعاية فاقولك لا يا جيب الشركة هي اه 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 اطرعك حضرتك يا دكتورة بس انا عندي سؤال ملح من ساعة ما شوفت مستر احمد يعني ما حالفنيش الحظ قبل انا اتكلمت معنا وفيه حاجة كده يا مسترحمة ده عايزة بجد ملحة عليه قوي اللي انا اسمعه في موضوع البروتين ده ان معظم استعماله او دخوله مصر بيبقى بشكل غير رسمي مظبوط ده حقيقة بس انا قلت المعلومة مغلوطة حقيقية لا لا هو اللي حصل ان كان الاول خالص بكانش بيتسجي البروتين لان معظم البروتين كان بيجي من دول غير ذات مرجعية اللي هو من البرازيل او من الصين او كان عدد من الدول الدول دي ملهاش مرجعية في وزارة الصحة فكان تسجيل البروتين يكاد يكون مستحيل فكان احنا وشركات تانية امريكية اللي قدرنا نسجل منتجات بتاعتنا في السوق وفي الحالة دي كان بيخش بصورة رسمية وكنا شغالين كويس بقي حصل تغيير تاني في القوانين والطلب من ان المصنع اللي موجود بره يكون حاصل على شهادة الايزو زائد مطابقة من معامل عالمية اسمها الايلاك كويس كده علشان مصر توافق ان هي دخل المنتج ده كويس كده للاسف برضو مصانع كتير من اللي موجودة في مجال البروتين ما عندهمش الامكانية او الملاءة المالية يعني يبصوا مش هقول مصانع تحت بيري السلم بعيد ان نقول كده هو بس الموضوع ده مكلف جد يعني يمكن انا امريكا تكلفه بس عشان يعملولي الورق بتاع تسجيل المصنع ده تكلفه تقترب من حوالي 80 الف دلار بره بيع بره شرع بره اي حاجة خارج اولاق عشان يقدمها هنا في مصر اقدمها بطريقة رسمية والحمدالله يا رب يعني برضو هنا في مصر الموضوع كان صعب ومش سهل لان انتوا عارفين فيه توجه عام بتقليل الاستراد وانا مش ضد هذا التوجه بتاع الدولة بس انا لازلت بقول ان فيه فرق كبير قوي ما بين المنتج اللي بيستخدم في البيت والمنتج البروفيشنل لان كمان المنتج البروفيشنل بيفتح بيوت لان الناس اللي بتستخدمه بتفتح بيت يعني انا لما بجيب منتج للبيت انا شغلت المصنع بس لما بجيب منتج او بستخدم منتج البروفيشنل فيه كوافير وفيه صناعي بزبط كده ودول لو اتأثرت على النتيجة النهائية اللي بيتلعوها بيحصل ازل سمعة الكوافير او سمعة السالون فهو ده كان هدفي انا عايز السالون يجبر عايز المتخصصة تجبر عايز اللي عندها زبون يبقى عندها عشرة يبقى لازم اجيب لها منتج كويس لان مصر هنا برضو فيه عليها المتيشن احنا دولة عالم ثالث معاما مش هنختلف في ده فيه علينا قيود فيه تصدير المواد الخامل اللي بتخش جوه المنتجات ما بتجلناش صحيح تحييرا فطب هعمل المنتج الكويس ازاي صحيح في حين ان انا لما بستورده كمنتج نهائي بيباع في دولة المنشأ ووزارة الصحة بالطبق المكونات دي وتتأكد من امانها على البشر بتدي التصريح بايه باستخدامها فاحنا كشركة كان دايما يعني انا اقدر الحمد لله ان انا اقول ان احنا منتج الكرياتين الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي بيدخل بطريقة رسمية تقدر تستورده من الميناء وتدفع الجمرج بتاعه وتاخد الفحص بتاعه من وزارة الصحة غير كده حلال ما فيه طب الموضوع كان سهل عشان تدخلوا منتج زي ده مصر الموضوع بالنسبة لكم كان ايه؟ الجمارك طبعا بياخدوا اجراءاتهم وبياخدوا اجراءاتهم بس ما فيش اعتراض اللي علي على الكل مش حاجة اكسبشنل او حاجة خاصة كانت بنا طيب مصر احمد يعني انا حابب برضو اعرف من حضرتك رؤية حضرتك وشايف فين شركة مهير نقول بلاش خمس سنين خلينا الموسم الجاي كويس السؤال اللي هو هنعمل فيه برضو كوي بروتي بطريقة اكبر بإذن الله بص هو احنا هنبتدي من المنظر اللي قدامك ده يعني انت لو عديت المنتجات اللي موجودة هنا هتلاقيه تقريبا حوالي عشرة اكيد او عشرة اه تقريبا العشرة اللي موجودين دول احنا اللايم بتاعنا لسه فيه يكمل بستة وعشرين منتج بيتصنعوا في امريكا منتجات في عجوات لسه فيه جل جاي وليسه فيه مو بليكس وليسه فيه حاجة اسمها الكريزي سيكس وفيه حاجة اسمها سيلفر شامبو مخصوص للشعر السيلفر شامبو مخصوص للشعر البلوند احنا اللي لسه حقيقي اوكي انا عايزة عرف ايقالي المنتجات بروتين وايه خليني اكمل معلش فانده قطادي انا ياسف ففيه لايم كبير لسه هيكمل هنا الى جانب ان الشاركة كمان لسه هتجيب السبغة بتاعتها فان شاء الله بإذن اللي احنا لدينا هدف ان بره الكورسي والفورشة والمشت المفروض ان السالون اي حاجة هيحتاجها تكون متوفرة عندنا في شكل بناسبة للمنتجات الموجودة حاليا احنا عندنا الكرياتين او البروتين بقى هو مش كرياتين خلاص البروتين اللي موجود عندنا دلوقتي وده مش موجود غير في العبوة البروفيشنال المتخصصة او السالون كويس وبعدين في عندنا الافتر كير بتاعه اللي هو الشامبو والكونديشنر والسيروم وحمام الكريم اللي هي مجموعة العناية تقليل اللي هي مجموعة العناية بالشعر وفي عندنا اللي هو الابوتين اللي على الطرف ده اسمه color alive shampoo ده شامبو كونديشنر شامبو بالسم مخصوص للشعر المسبوخ بيحافظ على سبغة فترة اطول في الشعر وبعدين الثلاث ازايز اللي هما لونهم اسويت دول دول بيعالجوا التساقط الغير المرضي تمام اللي هو فجأة انا حاسس شعري بيقع فتبدأ تستخدمه وتلاقيه نتائج كويسة وفي نفس الوقت اللي بيساعد على انه يطول الشعر اسرع لانه بيعمل تنشيط للدورة الدموية في فارغة الراس وده بيساعد على ان الشعر يطول بشكل اسرع يعني مسترحمد حقيقي حاجة مشرفة ووجهة انا يعني احنا دايما بنجيب نقول يا جماعة الناس نجحة والناس 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 يعني بجد انا مبسوط بعيد عن المسابقة ووجود حضرتك معايا بجد والله يعني هستأذن حضرتك هنكمل الفقرة مع المتسابقات وناخد فاصل يا جماعة ورجع لكم تاني اوى حد حرك المحطة اشتركوا في القناة